اهلا وسهلا لبنات اشخباركم كنتمنى انكم تكونوا بصحة جيدة اليوم شاء الله فيديو جديد اللي غادة نحضر في الفطور يكون فطور زوين وبتنوة مختلف الى الايامات الاخرى راكم كتعرفوا يعني السمنة كاملة كيفيقوا بكري وما كيفطروش مزيان والويكند دائما كنحاول ندير فطور مختلف الى الايام الاخرى وصراحة كيفرحو كيشبو من الحال وكانش اشجاع اي ام هكا في الويكند يعني تحاول تغير لوليداتها الى الايامات الاخرى وقبل ما من دا الفيديو كانوا نرحب البنات والبنات اللي اول مرة كيشاهدوا القناة ديالي كنقول لكم مرحبا بكم ما تنسوش تشاركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس قش توصلوا دائما بجديد القناة والبنات لك يحبوا الوصفات اكيد ضربوا دورة في القناة راهكين وصفات اللي متنوعة اكيد غدا تلقوا شي حاجه تعجبكم وصافي بديت كان نوجد في الطبلان بعد ما اه يعني بديت اه بدرت الخوص الفران بديت كان اه كان وجد هكا في الاشياء اللي غدا نحط وبالنسبة للحمص انا كي عجبني هاد الحمص هادا كندير معزيد السيتون ويمكن لكم تدروا معه الفلفل احمر بودرة اللي يكون حار او للعادي ودرت لكم فيتير اه حطيت المربى على حسب الوليدات كل واحد شنو كيبغي والعسل انا اللي كان اكله انا اللي كي عجبني مهم كل حاجه منها شوية وغادا نقطع الفرماج اللي احتى هو اه كي اكلوه ليداتي كيبغيوه والتقديم دائما كيبقى حسب الضوغ وانا هنا فهد فالفطور هادا صراحة كنت فقط شوية روتار يعني مطلة واخاكا قلت ما عليش خصوصا مني حلية شراجم بنت لي شتا صراحة الجو كان مكرفص يعني شتا والناس ما كينش يعني فين تخرجي لهذا نحاولو نغيرو ونخلقو واحد الجو يعني في البيت دياننا يعني تلا مخرجناش نحاولو ندير واحد الجو يعني بسيط ولو بسيط يعني من ساعدة نحاولو نخلق واحد نهرسو ذاك الروتين حسب الوليدات مساكن باش ما نزيدوش نغمو عليهم كتار من هاد الجو اللي راه كاين الحمدولي الله وهذا الفيديو هادا كيبقى تحفيزي هني للبنات وهذا الخبز من بعد ما سخن حتى هو غدا نقدمه هكاك وانا كنت رغير ذاك الخبز القري واللي انا اخذ لانا لوليداتي تولا دي كي اكل الخبز القري وصافي غدا نقطع شوية ديان اللي فخوي انا حاولت نقطع هاد الليمون هاكا على شكل متلاتات باش يجيني شان في العطة ركو عافي الوليدات مي كي يكونوا ياكلو كي يبدأ يهبط لهم ذاك الليمون في جناب يعني اللي قطعتوه الليمون على نصها حاولت ندير مهاكا طريفات صغيرة ورين واللي متوفر عندكم تفاح اي حاجة في اللي فخوي واكيد هنا راه كل شي تيكون عنده اللي فخوي كل شي تبارك الله كاين صراحة غير اللي بغا تحقز كل شي كاين واكيد هنا راه ما كينش حاجة يعني مش كينش كيميا اللي راه كبيرة رغي شوية شوية من الحاجة وكيبقى داك شي لحسب تقديم وكيفاش انتي كتقدمي الطاولة ديالك باش تخلقي السعادة لراسك اكيد ساع هذا مش في الاكل وانما غير فتك الجمع من اللي كتجمع انتي ولداتك لديك الطابلة وكيكونوا مفرحانين وكيضحكوا احداك وانتي كذلك عاجي انتا اخذ انتا هادي كتعدة واحد واحد القلصة اللي زوينا هذا لا يعني ان الماكلة هي كل شي هي اللي كتخلق السعادة غالط وانما الفرحة ديال دوك الولدات ومن اللي كيلقوا دوك الاشياء اللي كتعجبهم صار حاك يفرحوا لان اطفال ما كيحرفوش ما كيميزوش بين شي حاجة اه خاصهم غير اللي قعطو هاكات حطي لهم اللي بيني او اللي تدير لهم البانكيك شي حاجة اللي تفرحهم وحتاهم ومساكن خصوصا لما كانتش العائلة او لهذا كنحاولو احنا نكونو احنا هو ما كوني شي يعني بنسبة لوليداتنا وهذا كلي كنت قطع اه يعني قطع الدابة قدمته البراوني درت لي شوية ديال لوز من الفوق وقدمت العاصير ديال البومبلوموس وهذا اه الخبز ديال الخبز قريب بساغي هيا لكي يعجبو محتا اوه واكيد ما غادينش تحطي شي حاجة الى ما كانوش كيبهوها ولادك مثلا في حالة الاشياء الى ما كانوش ياكلوه الدراري ما تحطوهاش ليهم انا كنشوف على حسب وليداتي انا واشنو كيبغيو يعني التقديم كيبقى على حسب اه اشنو كنبغيو احنا ممكنش ليها مثلا مثلا نحط في الطبلة شي حاجة ما كياكلوش ولاديو الضيع هما كنشري هاشقاع كنتفادة والتبدير هادشي مهم الحاجة اللي اللي كتكلرها وحاجة اللي عرفها يعني كي ياكلوها رتنجيبه اليوم اكيد ما كانوش نحرموهم منشي حاجة ذا الى كان استطاعتي طبعا وهذا شمبينيون قطعتو باش ندير يعني معلزي ببينارو البيت وكي جيزوين ومفيدو كيبقى طبق ساحي وهذا البانكك يعني درت الاحزاب لوليتات انا ما ما غادش ناكلو وحتى بالنسبة للي كخيب درت ليهم دكشي اللي كيبهو هما على حسابهم هما ما احنا ما تانا ما عنديش معلي كخيب بززاف صراحة ماشي من محبين ديالهم ماشي من عشاقهم كينين بزاف للبنات اكيد كيجبهم مانا صراحة ما كيجبونيش دكشي كيبقى حاسب الضوء وولادي اكيد كيجبهم وزينت لهم شوية ديال سيرو ديالفراز وهادو اللي يزيب بنار قطعت شامبينيون هاك شرائح وهذا ندير معها البيض صراحة كيجي طبق زوين وصحي اه خديت المقلة وضعتها على النار ودرت شوية ديال زيت زيتون ودرت النار اللي تكون درجة الحرارة تيالي عالية باش لماذا داك الشامبينيون هيدلاقش لمالي فيه اكيد اللي ادرتو نار مهيلة غير يطلق لكم الماء ومبعد هادرت ليزيب بنار ودرت البيض وشوية مليحة وشوية ديال الفلفل الاسود وصح فيه كيكون هادا هو الطبق وليزيب بنار يعني هاد الوصفة هادي ارا ما كينات حتى يعني عشرة هالطقائق كي تكون واجدة فوق الطبلة سهلة وبسيطة وهنا كيكونوا اه كتاملوا الاطباق ديولي اللي حضرت يعني في هاد نهار هادا اللي كان مبرد هو مش تافي صراحة الجو كان زنقاء ما ما تقدروش تخرجوا يعني نهار كامل شم حبساتش نهائيا وحطيت الطبق اللي اللي فيها الفرماج ويعني ويعني في الليف خوين مع مع الخوين يعني الخيار وزيتون وهذا كالكون فيتير مع العسل مهم قاعدة كشي اللي اللي حضرت امامكم وبالنسبة لهذا الفيديو هادا كيبقى تحفيزي اه على جدرته انا على حسب الولدات مثلا انتي يكونوا قاسي مساكن في العطال او في الويكان من يكونوا باركين دائما كنساو مثلا الام ما كتفق حتى ال اه الولدات ما كيعيشوش داك الجو اللي كيكونوا محتاجينو يعني احنا تقريبا الاسبوع كامل ما ما تنجلسوش مع بضياتنا مغير الويكاند اه هذا تحفيزي للامهات فقط يعني لا غير اكيد لكل كي يعرفي الصعيب انا مدرت هنا لم سمن لحرشة لاتشي حاجة حاولت نديل الاشياء اللي تيبغيوا يكونوا خفافين بانكيك ليك خيب اللي في خوي هاتشي اللي في خوي ساك تومك يعجبوهم يعني الاشياء اللي انا اه سنكون عارفة باللي كيبغوها اكتر رغم يمكن لكم تخبقوا الساعة دا غير من ملها شي كما قلت لكم ماشي بالضرورة احت تجيبوك على الطباق وذك شي تحطو وانما دائما في الويكاند الام خاصة تكون دايرا بروغرام ديالها راسمه باللي ما غاديش تكون بحل ايام اخرى اكيد احنا تحنا كنوا تعبانين الفيق بكري وكانت ولاد ندراسة وهذا ولكن هو مره موليدة صغار يعني اه يالله عبدوك يعرفوا المعنى انهم يتجمعوا مع والديهم يضحكوا مع بعضهم وتحسهم يعني بتجمع الاسري خصوصا هاد الفيديو للمغتاربهات بحالي اللي اه احتهما في بلاد المهجر ويعني ما تنسى ان احتى عند ولدات خاصة تحاول تسعدهم شوية وهذا هيكون في العونت احنا اكيد يكون عندنا سترس و اللي كنلاحظوها هو ان احنا غالبية يعني يعني عموما احنا المغاربة ما كان النظم ديروا شي اشياء حتى يكون عندنا الضعيف واعادي يوم قاد تنصيبوه على العكس انا كنشجع عندك هم معن جداد دير استعمليهم لكنتين اللولة عندك حاجة زوينة حطها لكنتين اللولة يعني عيشي لراسك وعيشي مع ولداتك متعيش للناس اكيد متعيشو الضيوف كتكون عندهم بلاسة خاصة واننا احتولها ذكا اليوم حق وهدو هما الاطباق اللي قدمت كنتمنى ان هالفيديو يكون عجبكم ويلا عجبكم اكيد متبخلوش الياب اللي لايك ديالكم اللي كتشجعني وتحفزني باش نزيد نتقاسب معاكم اشياء اخرى ووصفات اخرى ولا عجبكم بحالة الفيديوهات خليوها ليه في كومنتر والبنات اللي اول مرة كيشاهدوا القناة ديالي كنقول لكم ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة وهذا نقول لكم السلام عليكم ونتلقى بان شاء الله فيديو اخر اشتركوا في القناة